وينضم إلينا من القاهرة الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد عباس ناجي أهلا بك أستاذ محمد بداية ما هو مستقبل مظاهرات في إيران وهي تأخذ منحنة جدي وارتفاع في حجم المطالب أهلا بك أنا أعتقد أن هناك أكثر من مصار يمكن أن تتجي إليه الاحتجاجات الحالية لا يمكن التكهن الآن بما يمكن أن تنتهي إليه في الأخير في تصوري في كل الأحوال هذه الاحتجاجات تحولت إلى أزمة كبيرة للنظام الإيراني ربما تكون الأكثر تهديداً لهذا النظام منذ تأسيسه في عام 1979 حتى أكثر اتساعاً وأكثر قوة من أزمة عام 2009 بيعتبر أنها الآن عمت مختلف المحافظات الإيرانية وربما أيضاً شملت معظم أو إن لم يكن مجمل القوميات الإيرانية المستائة من استياسة التمييز والإقصاء والتحكير حتى من جانب النظام الإيراني لهذه القوميات في الفترة الماضية ربما تطول هذه الاحتجاجات في الفترة القادمة وربما تتحول إلى انتفاضة مزمنة للنظام لا يستطيع التعامل معها في النهاية خصوصاً أنه يركز فقط على الأداء الأمنية من خلال الحرس السوري والباسيج في التعامل معها وهذا ربما ينتج مفاعل عكسية تتسبب في انتشار الاحتجاجات بدل من احتواءها نعم أستاذ محمد برأيك ماذا يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة فيما يدور في إيراد وما هو المأمول منها هناك الكثير في اعتقادي الأمم المتحدة هي منظمة دولية معنية بما يحدث داخل دول العالم خصوصاً ما يتعلق بانتهاكات حول الإنسان ودعم التحول الديمقراطي والتغيير السياسي المهم هنا هو أن تكون هناك إرادة حقيقية من جانب الكوة الدولية الرئيسية أو بمعنى أدك صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن من أجل الاتجاه إلى فرض عكوبات أو ضغوط أكثر شد على النظام الإيراني فيما يتعلق بوقف أو تقييد تعامله مع الاحتجاجات بشكل أمني قمعي على غرار ما حدث في هذه الاحتجاجات وقبلها من الاحتجاجات السابقة خصوصاً في عام 2009 هناك اتجاه ربما لدى بعض الدول لمحاولة دعوة هذه الكوة لفرض عكوبات على النظام الإيراني فيما تعلق بانتهاكات حول الإنسان وهو معروف دائماً بأنه أحد أبرز منتهاكي حقوق الإنسان على مستوى العالم لكن ربما لا يكون الطريق ممهد في هذا الصياط باعتبر أن هناك كوة من الممكن أن تعترض ذلك على غرار روسيا التي ما زالت ترى أن ما يحدث في إيران هو شأن داخلي وتمتنع عن التدخل وترى أن أي ربما إبداء لدعم على القل المعنى من جانب بعض الدول مثل الولايات المتحدة يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لذا إلى الآن لا يمكن التكاهن بالكرارات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في إيران خلال المرحلة القادمة نعم كما ذكرت أن هناك دول عديدة وملظمات مختلفة أدانت ما يدور حول ما يحصل في إيران هل أصبحت تصرفات قوات أمن النظام الإيراني تحت المجهر؟ طبعاً لأنه كما قلت هناك اهتمام دولي متزايد بما يحدث داخل إيران أيضاً انتهاكات حول الإنسان داخل إيران تمثل أحد أهم الأبرز الملفات الخلافية بين إيران والمجتمع الدولي ولو لاحظنا سنجد أنها حتى مع إبرام الاتفاق النووي تم استثناء العكوبات الخاصة بانتهاكات حول الإنسان ضمن العكوبات الأخرى المرتبطة بالدعم الإرهاب وبالسواريخ الباليستية وهذا معناه أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من جانب المجتمع الدولي بالفعل المسألة لا تتعلق فقط أو لا تكتصر فقط على مجلس الآمن تتعلق بالمنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان وحتى المنظمات الدولية غير حكومية التي لها دور كبير في إسقاط أو إلقاء مزيد من الأضواء على هذه الانتهاكات المتسعة داخل إيران خصوصاً بالأضوار التي يكون بها الحرس السوري وقوات البسيج باعتبار أن الحرس هو أحد الأطراف التي تتسبب في هذه الانتهاكات وهو أيضاً أحد الأطراف التي تساهم أو تدعم أدوار إيران التدخلية في المنطقة ودعمها للتنظمات الإرهابية المختلفة نعم كان معنا من القاهرة الخبير في مركز الأهرام لدرسات الاستراتيجية محمد عباس ناجي شكراً جزيلاً لك